ولكن قبل ده حابين اتكلم مع حضراتكم على بعض من الامور سواء في الشأن المحلي او في الشأن الدولي والعالي في الشأن الدولي يعني الميت يوم اللي مروا منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في نهاية شهر فبراير اللي فات وتحديدا يوم 24 فبراير ومن وقتها لغاية النهاردة والعالم مضطرب ومضطرب بشكل جديد جدا ربما الهزة في المئة يوم اللي فاتوا الحرب الروسية الاوكرانية يعني تقريبا تقريبا اثارها الاقتصادية واثارها على جوع الملايين من البشر حول العالم او ان يصبح الملايين من البشر حول العالم مهددين بالجوع وفقا لها الامم المتحدة بيتكلموا في حوالي 49 مليون بني ادم على شفى المجاعة في العالم يعني في 43 دول اعتقد ان ده يعني هذا الرقم اللي وصلنا له في مئة يوم والخاطر اللي وصلنا له في مئة يوم العالم ما شفوش بهذه الحدة والقصوة في السنتين او سنة ونص او سنتين وشوية بتعكرون الحدة والشدة في الاحتياج العالمي والجوع العالمي واضطراب الاقتصاد العالمي واضطراب اسواق المال ونقص الغذاء وامور كتير جدا 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 اضطرب لها العالم بشكل كبير جدا اقتصاديا ده يمكن يمكن ما كانش بهذه القصوة طول السنة وشوية بتعكرون او سنتين بتعكرون عشان يمكن كده احنا كنا في بداية الازمة لما بدأت تظهر البوادر وتفرض العقوبات وان ده يقول مش هصدر غذاء ده يقول مش هصدر طاقة لا دورو لكم على مصادر طاقة كان واضح من اول يوم او بعد ايام اولى من الحرب الروسية الاوكرانية ان العالم مقبل على حرب عالمية تالتة مش حرب عالمية تالتة عسكرية زي الاولى والتانية بتاع زمان ولكن هي حرب عالمية تالتة اقتصادية ولعل يوم بعد التاني بتتأكد هذه الرؤية ان هي حرب تكسير عظام ما بين الشرق والغرب ما بين المعسكر الروسي انجاز التعبير والمعسكر الامريكي والاوكراني والاوروبي انجاز التعبير بشكل او باخر فواضح ويتأكد ان احنا امام حرب عالمية تالتة الله اعلم مداها هينتهي امتى وابقا لي التقديرات وتقديرات الخبراء لو اتفقوا النهاردة الساعة 12 بالليل يعني بعد الساعة انهم يوقفوا الحرب والماء ترجع لمجاريها ودر ما دخلك شر العالم يحتاج سنتين عشان يتعافى اقتصادية نتيجة للتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الميت يوم اللي فاتوا فتخيلوا حضراتكم فداحة هذه الحرب على الناحية الاقتصادية مش هنتكلم على الناحية الانسانية وعلى المعاناة وملايين اللاجئين الى دول الجوار الاوكراني بولندا الوحدة ما يقرب من حوالي 4 مليون لاجئ الا شوية يعني نقول 4 مليون شوفوا حضراتكم بقى في بقى اوروبا ودول الجوار الاوكراني في كم من الملايين من اللاجئين كم من القاتل بنتكلم بس يعني على ارتفاع ضحال الاطفال في اوكرانيا الى ما يقرب من 730 طفل خلال الميت يوم اللي فاتوا وغير طبعا منشآت غير امور تانية كتير جدا نشوف التارير ده اولا ونرجع نشوف الميت يوم مره ازاي ومستقبل العالم بعد انقضاء الميت يوم الاولى من الحرب الروسية الاوكرانية مئة يوم على بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وهنا تتمدد الحرب لتحرق الخمس فرماد الحرائق هو الفصل في كتاب كبير تتحرك فيه الخرائط كل بضع عقود يكتسي الصراع المتأجج على اوكرانيا ابعادا شتى في بعضه الاقليمي صراع هويات وحدود والبعد الاكبر الذي يعاني منه العالم هو ازمة الغذاء التي انهكت العالم اقتصاديا ينظر العالم فزعا لما حل من اثار الحرب بقلق ما يدري فيه كيف يكون المصير حجبت الحرب الروسية الاوكرانية نحو 30% من صادرات القمح العالمية التي كانت توفرها روسيا واوكرانيا كما ارتفعت اسعار سلع الغذائية منذ اندلاع الحرب وتعطلت الشحنات عبر البحر الاسود بسبب تداعياتها نيران المعركة ممهورة ايضا بالبعد الجيوستراتيجي لتكريس صور القوى القطبية في العالم واثرت قيود التصدير على 17% من الغذاء العالمي قفزت اسعار الحبوب الغذائية لتبلغ مبلغها فاسعار القمح بنسبة 60% وزيت الطعام بنسبة 25% الى 40% كما تضررت اسواق الطاقة بشدة نظرا للدور المحوري لروسيا في امدادات الطاقة العالمية خمس مساحة اوكرانيا باتت الآن في قبط بوتن مصر من جانبها اتخذت خطواتها للقفز فوق هذه الازمة كي تمر فقد وجه الرئيس السيسية دعم لمزارع القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين تكليف الحكومة وكافة الاجهزة المعنية بتعزيز كافة اوجه الدعم المقدم لمزارع القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية او خدمية وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح كما وجه الرئيس السيسي باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الاساسية للمواطنين وهناك ايضا مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بالاضافة لخطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي والاعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الوصول المملوكة للدولة بمستهدف يبلغ عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة اربع سنوات وتكليف للحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البرصة وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البرصة مرت مئة يوم الأولى على الأزمة الروسية الأوكرانية ولا يعرف مدى كم مئة يوم ستكون أخرى مشتعلة بفتيل تلك الأزمة من مصر محمد عبد العالم